الحقيقة خلينا نتكلم بكل أمانة السنوات الأخيرة كان فيها طفرة الحقيقة في ألعاب الصلاة سواء رجال أو سيدات أو ناشئات حتى على مستوى النادي الأهلي بطولات ما شاء الله متكررة أداء ولا أروع فيه لعبات أو لعبين محترفين بيجوا يعني يقووا كمان الفريق بشكل أو بآخر اهتمام كبير جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة بألعاب الصلاة بشكل مبشر وشكل رائع والنتائج وإحنا شايفينها الحقيقة وده بيسعدنا كلنا يعني إحنا كلنا آه طبعا كرة القدم هي الباق اللي يعني هو التورطاية والحاجات الحلوة بتاعة الرياضة لكن أكيد لعباتنا ولعبيننا كمان على مستوى كرة الصلاة والألعاب الفردية كمان ليهم علينا في الحقيقة كمان مجهود يشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وخبر كمان سعيد دلوقتي اللي جماهيرنا بفوز ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد موليد 2004 اللي لسه المبرأة خلصانة من يا دوبك دقيق بالفوز على نادي الزمالك بنتيجة 45-32 في بطولة الجمهورية فزي ما بقول لحضراتكم قطعات الناشئين والسيدات أو الرجال الحقيقة فيه اهتمام واضح وفيه نتائج إيجابية إن شاء الله كمان مستمرة وبطولات بإذن الله على مستويات قرط اليد والباسكت والهندبول والطايرة كل على كل المستويات كمان فريق الأول لسيدات الطايرة بالنادي الأهلي الحقيقة بقيادة مديرنا الفني الكابتن إبراهيم فخر الدين فاز على نادي سبورتينج بنتيجة 3-0 قبل نهائي الدور الممتاز اللي كان اللعب تلعب على صالة الدكتور حسن مصطفى أول مبارح فريقنا الحقيقة سيطرة سيطرة كاملة على المباراة وكانت نتيجة الأشواط 25-15 25-17 و 25-16 وفريقنا الحقيقة قدرت أنها تفوز بماتشين من أصل 3 مباريات بنتيجة واحدة وهي 3-0 عشان نضمن صعودنا للنهائي وحنلعب قدام الزمالك واللي قدر أنه يتفوق على نادي سموحة بنتيجة 3-0 في المباريتين وبكده هنلعب قدام الزمالك في النهائي 3 مباريات إن شاء الله الفوز بمباريتين يعني بيحسم اللقب وتكون الماتشات إن شاء الله اللي هتتلعب هتكون أيام 2 و 4 و 6 إبريل الجاي كل التوفيق كمان لسيدات النادي الأهلي في القرى الطائرة وزي ما بنقول دايما الأهلي والزمالك الحقيقة كنت بتتكلم كابتن هايسا مينك قبل الهوى المنافسات ما بين الأهلي والزمالك في ألعاب كتيرة جدا منها الطائرة ومنها السلة ومنها الهند بوليا وخلينا أقول لحدها كابتن أنه زي ما طبعا كابتن هاني تفضل وذكر إن المباريات هتتبقى بالتبادل يعني 2 مباريات السيدات 3 الرجال 4 سيدات 5 رجال 6 سيدات 7 رجال يعني عندنا 6 يام و 4 عندنا كل يوم مباراة سواء رجال أو سيدات لكرة الطائرة ودول بالمناسبة نهاء الدور يعني خلاص إحنا في الأمطار الأخيرة في 3-4 متر في بطولة البطولات الطائرة مهم جدا إحنا عندنا الرجال السنة اللي فاتت الموسم ما كانش قد كده بالنسبة لهم ولكن السنة دي هم يعني حصدوا طبعا بطولة كأس السوبر المصري كانت بنسبة لهم دي أول بطولة عندهم بطولات جاية كتير مهم جدا التركيز عشان يصلحوا جماهرهم وجماهرنا دي الأهل الكبيرة طبعا وعندنا السيدات هي حامل لقب الدوري يمكن إحنا خسرنا الكاس السنة اللي فاتت ولكن النهاردة التارجد بتاع كابتل إبراهيم فخر الدين هو البطولتين كل التوفيق طبعا لفريق الكرة الطائرة رجال أو سيدات في مباراتهم هل هيكون صعبة أمام نادي الزمالك لأنهم طبعا عارفين حضراتكم من الديربي بيكون بيكون بيها كرة الطائرة في كرة اليد في بيبقى أهل زمالك غير كرة السلة بيبقى في السيدات سبورتينج والأهل أو الأهل وسبورتينج وفي ناحية تانية بيكون برضو الأهل والاتحاد في الرجال